سلام عليك. في سهل بيسأل هل علم مشريع ده ليه اهمية؟ اكيد لاهمية. ليه السؤال ده تيقول لك اصل في مبالك تلا تعملت قبل مع علم المشريع يكون تعمل فمعنى كده ان هو ما اضرش حاجة الناس ببانت الاهرامات وبانت الكلاعة وبانت كل حاجات دي وكانش فيه علم يدارة مشريع طيب الناس لما اكتشفوا الاكسجين قبل الاكسجين كان فيه ايه؟ ما كانوا بتنفس الاكسجين بس ما الناس كانش تعرفها مرض السلطان كان ناس بتموت منه وغير ما ناس تعرف ان فيه مرض سلطان مش هما اكتشق اعفو فوجد لا ده هو كانش موجود من زمان بس كانش الناس عارفاه وكانش قادر تشوفه وكانش هدف حل له برضو علم مشاهدات المشريع هو من زمان جدا من اول مشروع تعمل لعيم الاهرامات وفيه رؤية مستقبلية بس هو دلوقتي بدأ يبقى فيه نظام اكتر بدأ يبقى فيه ادارة المخاطر بقى فيه ادارة للاستوكهولدر بقى فيه بقى فيه يعني دراسة لكل المشاريع اللي حصلت قبل كده ويبدأ ياخد الدروس المستفادة ويبدأ يشوف ايه الحلول ولو احنا عملنا الفاصل تراك المزايا اللي بتاحته والعيب اللي بتاحته وبدأ يبقى فيه تحليل لكل حاجة بحيث ان انت بيعندك رؤية اكبر للحاجة قبل ما تبقى فيها فهي تعتبر تلخيص لكل التجارب اللي فاتت بشكل منظم طيب ده دي الاجابة الاولى والاجابة التانية والاتنين صح؟ قالوا هو ان الفرق بين المشاريع دلوقتي والمشاريع بتاع الزمان فرق يبير المشاريع بتاع الزمان ما كانش فيه محددات تمام؟ يعني يقول لك ايه ابداع المشروع المشروع اللي هرب مثلا ده تعمل في 20 سنة ده اقل رقم تقال فيها رقم بتوصل ل200 و300 وكانات فضائية بس هو اقل رقم التعمل فيه انه بتعمل اهنمات 20 سنة دلوقتي لما تيجي تقول لحاكم مصر فانت لما تيجي تقول له بقى 20 سنة يقول لك انا عايز افتتحه انا عايزه قبل كده هنعمل في سنتين لا هو سنة واحدة ستة شهور المهم ان هو يكون يتعمل فانت عندك محدد اسم الوقت فانت لازم تروح دارس بقى الموضوع دوت طب هو لو قال لك المشروع دوت انت تعمل اهرامات هو حسب النظرات الحديثة ان هو لو انت تعمله بالاسمنت والخرصانة والحاجات ديت ياخد منك تات سنين بقى حدث المعادات والحاجات دي لا احنا بشوفين على تات سنين احنا عايزينه خلال سنتين اه يبقى انا هاضطر بقى اعمل ايه دراسة بقى لما انا اعتذر وقول لنا مش اشرف المشروع دوت لما اقول لهم لا انا هقدر اعمل في ستة شهور بعد ستة شهور اللي نفسي مخلصوش لما ابدأ اقول لهم اخوانا لو انا عايز اخلصو خلال ستة شهور يبقى هنحتاج ان احنا نوفر موارد كزا 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 شركة تشغل في الموضوع دوت في كزا كرين هيبقى موجود في كزا حاجات هيبقى موجودة وتكلفة المشروع دوت بدلا ما احنا كنا عاملين ميزانية بتاحته مئة مليون لا هيبقى تلت مئة مليون اعجبكو يلا يا بينا تمام كان زمان بيدي ده يعمل مشاريع يقول له اشتغل واخد من خزانة الدولة مفتوح تمام ده ده نادرا لما بيحصل في العصر الحالي يعني في العصر الحالي تقريبا كان هو الحرم الماكي الحرم المدني اعملوا توسعات زمانته عايزين والخزانة مفتوحة وفيه شكعة رصيد دلوقتي الموضوع ده حتى تقفل تمام طيب مثلا لما جم يا ابن المسجد الاقصر عبد المالك ابن مروان وبعد كده الوليد هو اللي كمل قتل مزانية مفتوح على البحر تمام لدرجة نوف الاخر وما بيفنشوا كان الاتنين المسكين اللي المشروع دوت رجاء ابن حيوة ويزيد مسلم طبعا رجاء ابن حيوة مشهور هو كان يعتبر الوزير بتاع عمرا ابن العزيز بعد ذلك ويزيد مسلم تقريبا ما لقيتش عنه معلومات غير في مصادر اجنبية ما فيش عربي كان عملنا بتفصيل مصادر الجنبية بتقول ان هو مسيح اصلا مش مصادر طيب الاتنين دول لما المشروع خلص تلاقي معهم زيادة قد ايه لان هو المزانية كانت صحك انه اول ما تعوز ادوهم اتنين شوال زهب كده بقى مئة الف دينار مبلغ رهيب جدا فقاللهم خلاص خدوا ده دي لكم فراح اقلهم لا ده احنا مفروض احنا نحط فلوس احنا لو نقدر نبيع الحلة بتاع زوجاتنا ونحطها في المسجد ده كنا حطناها قالهم خلاص بقولك ميزانية مفتوحة قالهم خلاص الفائد دوت هنشري بدهب ونعمله زي كسوة كده للمقابل بتاعت الباب نحطه يعني نحخلي الحاجة محلها بالزهب فهي دي الفكرة ان زمان ما كانش عندك المحددات بتاعت الوقت بتاعت الفلوس ادراتي يقولك الموارد لا انت الميزانية بتاعتك سقفها كذا لا ده انا عايز اديها 3-4 مرات لا هو الميزانية بتاعتك قفل على كده فاصبح عساس ان انا بقى عندي محددات فانا لازم استخدم ادارة المشاريع عشان الاقدار عن المشروع بتاعي في الوقت المناسب وبالكوالد المناسبة والتكلفة المناسبة لو لقيت حد عنده استعداد ان هو يديك ميزانية مفتوحة وفلوس مفتوحة والجودة اكيد ما فيش اختلف علينا انها يتبعها كويسة اقول لها عشان اروح الشغل معها